لكن معلش برضو بما أني لازم أتكلم في هذا الأمر لأنه الإعلام اللي ما بيشجعش الأهلي لازم يبقى واخد باله إن إحنا بنبقى واخدين بالنا إحنا كقناة الأهلي بنبقى واخدين بالنا من اللي أنتوا بتقولوه على الأهلي وما بتقولوهش على الأندية الأخرى أو تتجاهله في الناحية التانية بمعنى بمعنى أن هناك أحد الإعلاميين طلع من فترة أما كان كهرباء بيلعب في ندل آلي وقال لك أصلك كهرباء شاطل المتاع اللي في الأرض الآيسبوكس اللي في الأرض شاطل الآيسبوكس اللي في الأرض وعمل وخلى وسوى وكهرباء وكان قصده على موسيماني وكان قصده على إيه ومش عارف إيه ودخل في النواية وبتاع أنا ساعتها طلعت وقلت يا جماعة أه بتحصل لما الواحد بيبقى متنرفز نواية ويجب أن يتم معاقبته وخلص يعني الموضوع من تهي وأن الإعلامي يعني لساعتها اللي كان أعتقد الأستاذ أنا أسمي الأستاذ إبراهيم عبد الجواد اللي تكلم في هذا الأمر فقال لي يعني أنه هو ضرب الآيسبوكس وكذا 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 حضرتك شفت يا أستاذ إبراهيم اللي حصل مبارح من أشرف بن شارقي أنا حرجع أقول نفس الكلام اللي قلته على كهرباء بالمناسبة اللي هو إيه نقول لواحد لما بيبقى طالع ومتنرفز ممكن يعمل أي حاجة ويتم معاقبته في ساعتها وخلص وموضوع إنتهي ما باخدوش على موضوع والميديا والصبح ودهر وبالليل وعصر والمغرب وعلى السوشال ميديا وهنا 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 وأقول رأيي وأقول كذا وأقول كذا وأقول كذا إلا لو كان عندي أغراض معينة أو أهواء معينة أنا لما باتهمش إبراهيم على أستاذ إبراهيم يعني لكن أنا باتكلم بشكل عام أنا ما باتهموش إطلاقا في أي حاجة وكل واحد حر أنا بحب الأهلي بحب الفريق تاني أنا حر أحب اللي أنا عايزه لكن يجب أن يكون هناك المعيار واحد لازم المعيار اللي حضرك هتتكلمت بيه على كهرباء تتكلم بيه على أي حد تاني حتى لو خارج كهرباء حتى لو خارج الأهلي والزمالك يعني فأنا هقول نفس الكلام اللي قلته ساعتها على كهرباء إنه اللعيب لما بيطلع متنرفز ممكن أتقبل منه لحدود معينة أو لوقت معينة وقلت ساعتها في الوقت الأولاني بتاع كهرباء إنه مش هيحس بالكلام ده غير واحد لقى بكورة وبقول دلوقتي نفس الكلام إنه وعلى أشرف بنشرق بالمناسبة اللي بيلعب في الزمالك ومش على حد تاني أهو راجل متنرفز سنة وبتاع ما ماشي لكن لغاية الحدود الحدود دي بقى إيه اللي بيضعها النادي اللي بيضعها النادي ما بيضعهاش حد تاني ومدير الكورة فأنا بس برضو حبيت وأنا بتكلم مع حضراتكم إن أنا أقول مثل هذه الأمور علشان يجب أن يكون هناك إعلام محايد إعلام اللي بيقوله على الأهلي يقوله على الزمالك يقوله على الإسماعيلي يقوله ده لو الموضوع يحتاج كل هذا الأمر لو الموضوع يحتاج لكل هذا الأمر ولكن أنا تذكرت الحقيقة مبارح وقعدت مستني يمكن حد يتكلم حد يقول اللي بتكلم على أستاذ إبراهيم عبد الجوات تحديدا لأنه ساعتها اللي تكلم عن هذا الأمر هو الأستاذ إبراهيم عبد الجوات ممكن يكون حد تاني يتكلم ساعتها يعني لكن أنا بتكلم في دلوقتي إن ده موقف حصل وده موقف شبيه أو يمكن أعلى من الموقف بتاعك هرابة كمان شوية لكن أوكي كل واحد حر كل نادي حر يعني في اختياراته وكل نادي زي ما قلت لحضراتكم لو أنت لعبتك وورا حتحس بأن أنت طالع ممكن تكون يعني إيه غالل شوية مع نفسك متنرفز شوية مع نفسك بتاع لكن في النهاية ده موقف حصل وده موقف حصل الإعلام اللي خاد الموقف ده أتمنى أتمنى ده اللي أنا أتمنى وفي حاجة تغيرت هو اللون اللي تغير اللون بس اللي تغير اللون هنا كان أحمر اللون هنا بأبيض أوازرة أمبالح لكن الموقف واحد أو يمكن أمبالح أعلى شوية كمان لأنه يعني فيه كلام تقال مش دعوة أنا مش بتكلم على الموقف أنا مش عايزة أقول كده لكن أنا بتكلم على إعلامي أو حد أو إعلامي تكلم على كهرباء في الموقف ده المفروض أن الإعلام يتكلم برضو على إذا كنت بتكلم على أخلاق وسلوك إذا كنت بتكلم عن أخلاق وسلوك وأنا قلت نفس كلامي اللي هو إيه هناك مع كهرباء قلت عشان كهرباء بلعب في الأهلي أنت ساعتها قلت عشان كهرباء بلعب في الأهلي لا كهرباء ساعتها قلت يا جماعة اللي ملعبش كرة مش هيبقى فاهم الموضوع ده قوي فأنا بكرر كلامي تاني النهاردة إن الملعبش كرة هيبقى مش فاهم قوي إن الواحد لما بيبقى طالع متنرفز وسخر ممكن يقول كلمتين ويعمل حركتين إيه هي؟ حدود معينة بقى كل نادي بيضع الحدود اللي بيضع فأتمنى إن الناس اللي تكلمت هنا تتكلم هنا